بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أنواع العبادة الذبح على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ذبح البهايم تقرباً إلى الله عز وجل ولأجل أكل لحمها والانتفاع بها ولا تذبح وتهدر كالذي تذبح للأصنام أو للقبور والأضرحة وتهدر وإنما تذبح على اسم الله وتذبح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبح من أنواع العبادة قال الله جل وعلا فصلي لربك وانحر وقرن النحر مع الصلاة فدل على أن النحر على وجه التقرب والعبادة أنه خاص لله عز وجل صلي لربك وقرنه مع الصلاة وكما أنه لا يصلى إلا لله فلا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى على وجه التقرب أما الذبح لأكل اللحم فهذا مباح إنما الذبح على وجه التقرب والعبادة هذا لا يكون إلا لله من الجواسب من الجاهلية يجب أن تجتنب وأن يحذر منها وأن تخلص العبادات لله ومنها الذبح والنحر على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يذبح لضريح ولا يذبح لقبر ولا يذبح لجن ولا لإنس إنما الذبح الذي يقصد به التقرب والعبادة إنما يكون لله وحده لا شريك له وكذلك من أنواع الذبح لغير الله الذبح للجن إذا نزل أحدهم منزلا فإنه يذبح ذبيحة ويأخذ من دمها ويضعه على المدخل أو على جنبات الحيطان ليطرد الجن بزعمه وهذا من الشرك بالله عز وجل أما أن الإنسان إذا نزل منزلا جديدا يذبح ذبيحة أو يصنع وليمة من باب الشكر لله ودعوة إخوانه على الأكل فلا بأس بذلك إنما الذبح الذي يقصد به التقرب إلى غير الله فهذا هو المنهي عنه والذي هو نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل ومن عوائد أهل الجاهلية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يجبولون التقرب ترجمة نانسي قنقر